فهنا سؤال إذا انتقض الشرط ألا تنتقض البيعة؟ تنتقض البيعة إذا انتقض الشرط انتقض المشروط بالإجماع ويزيد في الوقت الذي أنت نطقت فيه بهذه الكلمة كان قد نقض الشرط لأنك نطقت بهذه الكلمة متى؟ بعد مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام ثورة أهل المدينة وواقعة الحرة متى وقعت؟ بعد شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ألا يكفي هذا للقول إن يزيد الطاغية؟ نقض شرط البيع على كتاب الله وسنة نبيه؟ لكن وأسفة مخالفون يقرؤون هذا الحديث في أهم مصدر من مصادرهم وأصحها عندهم صحيح البخاري ويمرون عليه مرور الكرام ولا يؤثمون ابن عمر لا يؤثمونه بماذا تحذِّر من الخروج على يزيد وتعتبر بيعته بيعةً شرعية؟ لا بد من الحفاظ عليها والمحامات عنها وتزعم أن من ينقضها يكون غادراً بل أنت الغادر الفاجر يزيد قد نقض شرط البيعة فلا بيعة له إذا أنت تعترف وتقول بايعناه على بيع الله ورسوله أبعد سفكه دم سيد شباب أهل الجنة تكون بيعته مستمرةً؟ ورسولها قد نقض شرطها لكن ابن عمر لا يهتم لا يهتم لما جرى على الحسين لماذا؟ لأن رأي ابن عمر أن المخطئ هو الحسين لا يزيد وأن ما صنعه يزيد هو الصواب وإلا على الأقل يقول نحن نخلع يزيد لا بيعة له في رقابنا بعد الذي فعله بآل المصطفى صلى الله عليه وآله أبداً